للتوفيق طيب نشوف كابتن حلمي طولان بعد الماتش هايقولي لا مفيش بدن يقل ولا حاجة هو تغييرات كتيرة حصلت تسع لعيبة ولا عشر لعيبة فوضع طبيعي جدا ان الوضع يتغير يعني في شوت تاني وكده الشوت الاول قدنا بس احنا دخلنا الماتش متأخر شوية بعد ربع ساعة تقريبا قدرنا بعد ربع ساعة ندخل في الجيم بشكل كويس قدرنا كان مميز قدرنا نجيب جول وضربة جزاء ضيعنا ضربة جزاء كانت كفيلة بانهاء الماتش في الشوت التاني لكن يعني التجربة جيدة كبداية كويسة قوي جربت حوالي 8 ناشئين موجودين معنا لعب الشوت الاول والشوت التاني 8 فدي حاجة ايجابية ايضا انا ببص لها بالنسبة لفرقتي الحمد لله بدنيا احنا الى حد كبير جدا في الجانب البدني بدأ يبقى كويسة لكن لسا بدري شوية لسا قدامنا كمان 3 اسابيع اعتقد انها تجربة مفيدة جدا ليه والفرقتي انا استعنت بحوالي 8 ناشئين النهاردة كانوا بيلعبوا النهاردة 8 ناشئين فلا لسا طبعا لسا بدري انا عندي كمان اربع ماتشات ودية هلعبهم بعد الاربع ماتشات قدر احدد من اللي ممكن يبدأ ومن اللي ما يبدأشين يعني عودة صلاحة سليمان في قلب الدفاع اكيد هيدي برضو تقل الفريق شوفنا النهاردة بيشارك في الشوت في ابراهيم هيشارك في الماتشات اللي جاية وفي انا بجاهز الكل وكله حيلعب وكله بيشارك عشان اقف على مستوى كل واحد وعلى قدرات كل واحد عشان كده بنعمل الماتشات ديات وبعد كده نقرر من اللي يبقى موجود في التسعتاشر لاعب اللي حيب ده وماتش الاهلي باذن الله يعني كابتن بعد بقى قرر بقى عودة الدوري خلاص وتحديد موعد الدوري وبداية المباراة تكون امام من نادي الاهلي اكيد تحسباته اكيد حسابات كتير كابتن حلمي بيجريها مع لعبيه قبل مباراة الاهلي الجاية طبعا كل شغلنا حيب عشان الماتش ده كبداية يعني لانه ماتش مهم بلعب بطل افريقية وبطل مصر فريق نادي عنده تلات فرق مع بعض يعني مش وعنده لعيب على اعلى مستوى بيجيب لعيبة وبحق صفقات على مستوى عالي جدا بمبالغ كبيرة جدا فاكيد تيم محترم وتيم قوي جدا يتعملوا في حساب يعني ما فيش شك يعني عندي شكري عندي قعود عندي محمد شريف عندي ابراهيم يحيا عندي تونيا عندي بسيوني عندي لا عندي مجموعة كبيرة جدا مجموعة كبيرة عندي محمود غالي عندي محمد رز تمن لعيبة همت غايبين اه اتمنى ارجوهم عشان دول بيدون قوة يعني بيدون قوة بيد الفريق قوة يعني هل من المراجعة ممكن حد يرجع فيهم الاصابة قبل الدوري؟ لا على طول اصابات خفيفة يعني مش كلها في اصابات قوية وفي اصابات خفيفة يعني اصحاب هيرجعوا في خلال الاسبوع الجاي يعني انا عامل عشر وحدات تدريبية في الاسبوع اه ببدأ بعد الاجازة بيبقى فترة واحدة وبعدين فترتين وفترتين وبعدين فترة واحدة وفترتين فترتين عامل ثلاث ماتشات كل اسبوع عامل فرقتين بلعب بفرقة يوم الخميس وفرقة يوم الجمعة وفرقة تالتة الميكسد منه ملعب يوم الحد ماتشة عشان قد كل الناس وكل الناس يبقوا شبه جاهزين لان الماتشات الودية لا تحل ابدا مكان الماتشات الرسمية في تجهيز اللاعبين ويبقى عندهم لاقتر مباراة يبقى ضرور الماتشات الرسمية